ازاي تنظامي وقتك في رمضان؟ وهنا انا بكلم الستات لان الستات مشكلتها مختلفة شوية عن الرجالة الرجالة خلاص كده كده بيضطر ينزل ويروح شغله ويرجع في معاد معين وممكن ينام لحد المغرب او كده ويقوم ينزل لصالة الترويح فالدنيا عنده نوعا ما ممتازمة لكن الست بتبقى ما بين امرين امرأة عاملة بتنزل وترجع المفروض مش هتعرف تنين بقى زي الراجل لحد المغرب هتضطر ان هي ترجع تعمل اكل والكلام ده كله او ان هي امرأة غير عاملة ودي حياتها رغم ان هي شبه فاضية بس بتبقى مش فاضية اكتر لان يومها بيبقى ملخبط اكتر مش عارفة تعمل تنظيم شوية طيب لو المرأة عاملة هي بتنزل هتضطر تنزل الصبح وتعمل شغله وترجع زي ما قلنا بتقعد تجهز الفطار بتاعها فالموضوع هيبقى مجهد لها جدا فنصيحي لها قبل رمضان كان المفروض يعني هي تبقى مجهزة حاجات كتير جدا في الفريزر يعني حتى البصل المبشور وحتى الطوم والحاجات دي كلها المفروض كل الحاجات دي تبقى مجهلة البنية يبقى جاهز كل حاجة بحيث ان يبقى عندك اكلات كتير جدا 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 جاهزة في الفريزر بحيث انك ترجعي يدوب تطلعي الحاجة وبس طيب لو انت مش عامل حسابك ومش شايلة الحاجات دي كلها يبقى يعني علشان تتفرغي العبادة صح ما تبخليش على نفسك وعلى يعني على ربنا انك انت حتى وعلى الفقراء انك انت تديهم فرصة ان تسعديهم انك تخلي حد من الناس البسيطة ينطفلك خضاري يعملك حاجات معينة اولا هي هتبقى تعزيز ليهم ومصدر دخل وفي نفس الوقت انت كده كده عارفة يعني التطلعي ده وتقتصديه من شغلك وانت محتسبة ده ليه بقى لله علشان تتفرغي للعبادة فربنا منى عليك انك ليك مصدر دخل فتقدري تساعد غيرك هتعمل لهم مصدر دخل وفي نفس الوقت هتبقي فأدخلت عليهم السرور بالشغل وفي نفس الوقت ريحتي نفسك وتفرغتي للعبادة دي المرأة العاملة بالنسبة بقى للمرأة الغير عاملة هي مش هتحتاج تعمل ده لانها عندها وقتها انها هتعمل كل حي بس برضو احنا مش عايزين نضيع رمضان في اننا نقض نعمل الاكل والكلام ده كله فهتعمل ايه برضو تحاول تجاهز قبل رمضان عشان تتفرغ جواه رمضان للعبادة طب لو هي برضو مش عاملة ده هي تبتدي تنظم يومها يعني مثلا يوم كل ما تيجي تعمل اكلة معينة لو بتحضري حاجة تحضري بزيادة شوي بحيث الحاجة دي تتشلت بقيتها في الفريزر فيبقى بكرة عندك منها فلما تيجي بكرة هتعملي يبقى وقتك بقى اقل يعني بدل ما بكرة هتعملي كل حاجة من الاول تاني فانت يبقى عندك جزء متحضر فده هيوفر عليك في الوقت كتير وبالتالي الموضوع هيبقى اسهل لو كل مرة بتعملي حاجة بلاس شوية بحيث ان يفضل معينك دايما فائد في اكلك وشربك في نفس الوقت نظامي وقتك بحيث ان ابدأ يومك بصلاة يعني بعد صلاة الفجر انت دا كده كده بتبقي صغرانة وبتتصحاري والكلام دا كله بتصلي الفجر حاولت في الوقت دا تقري القرآن لان دا هيساعدك على ان يومك يبقى هادي جدا وتحس ان انت انجازتي وبدأت يومك بذكر الله كده والموضوع هيفرق معاكي ونامي شوية وبعدين اصحي بدأ يجهيز شوية حاجات وبعد كده ممكن تودي تقري القرآن تاني وتدعي ربنا ويعرفي ان برضو تجهيزك دا للأكل دا طعام دا الصائمين اللي في البيت معيكي فما تقلقيش